احكي يا زمان افضح السر خليه يباد احكي يا زمان ع الخاوة اللي كانت خاوة واليوم صبحت في العادوة يرميك انت ويعيش هو احكي يا زمان اكتبت لها قتلة بس كويش دارت حاوزتني وبعتت لها بوليس ومنعتني من الكلام معاها يعني حتى الحوار معاها ما كانش انا قلت لها نخرج من دارها نخلي لها بو بوكت فلور يدي مرسي بسكال ماي برجي كميم 3 سن يكلك اذا تصريحات عيدة وبابسة لكل الجزاريين شافوها كاين اللي تعاطفوا مع عيدة وكاين ايضا اللي تهجموا بزاف عليك ناعمة واشنو هو ردك على عيدة واش نقول لك يعني نقدروا نكذبوا عن الناس واش نقول لك تبقى اختي الله يهدي من خلق وربي عالم واش نقدر نجاوب ومتي ما حبيتيش تردع العيدة لا لا رديت في الفيديو كحاجة خفيفة وقلت قسما عدما وقسما عدما اني عمري ما خرجتها من غير حتى حاجة بديت قسمات كري ومديت لها اختي وسكنتها خمسة سنين ومهما كان أختي يعني ما نديرش عليها و... حتى لو... يعني ما كانش منها مشي صح ماملو كان صح يعني حتى قصة ابنها ابنها من ثلث سنين من تزوج او اكتبها بيلا العربية انو حضر في بيروت في عرس وليدها انو من ثلث سنين تزوج وثاني شي يعني ما كانش لازم يستغلوا عصبيتها ويخلوها تجوزة كده بس كنت عدريا مرت يعني انتي كنت تتوقع انها تحكي في مواضع شخصية في قنوات انا انا توقع اكتر من هكده كما قلت يا صبعتين نردتني لقنغرين من صبعتين ما يتشابهوش نقدر نتصور كتر من هات الشي بس ك يعني الدار كيفاش مديتها كيفاش ولا تكسرت لي خسرت عليها ومديت وعاومت ويعني مهما كانت كما يقول له فخي دامور دمون بيري ما مير و الدم عمره ما يولي ما ومهما تكبر لأي حاجة بفوق منها وانا اكتبع الناس كامل من ربي ما تقدرش تكتبعي الله يهدي هذا مكان نعيمة هل انتي كنتي سبب انها انها نحاوها من المسلسل استغفالله لعدم انا وش نكون انا انا قاعدة معاكم ومرأة خجولة نحشم ومعندي حتى يعني علاقة مع كيفاش نحيها من الخوا ووش نكون انا باش نحيها من المسلسل الخوا بالعكس انا مدابية اختي تخدم ومدابية قاعدة هنا واخوتتي بس كي تهنى ونا تانين تهنى هي قالت انو منعتيها حتى من الحوار معاك باش تجلس معاك وتتحاور معاك منعتيها لي وين وصلت الامور مع عيدا الله يهدي من خلقه خلاص وش نقولك وكيفاش عي علاقتك مع اخياتك سلطانة طارب العربي في الجزائية اعتردت لك هذه اختيك اكبر مني بس احبت عامتها كبينة كبنتي وثاني راي معاي سلطانة طارب العربي في الجزائي سلطانة طارب العربي في الجزائي من واحد اللي يجيب لي المشاكل يعني نفضل خصوصا مع جلاني نفضل نعطيها تكري ونعطيها مبلغ مالي وروحي بش مدليش مشاكل مع الجلان هذا مكان بس احبت ما حاوزتها ما تكسرش يعني الدار وتعملي مشاكلها كده بس احبت منها منها ونشوف عيدة انهاي كبيرة والحمد لله عندها اعمالها وعدنا معلومات انو الحمد لله لابس بيها يعني عندها دارها في مصر عندها في مختلف يعني الحمد لله على عيدة يعني انتي مكيش مجبورة انت تتكفلي بها يعني لا 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 مجبورة ونشوف خوتتي من عاون خوتتي يعني ما يعني ادي اقل شي انما يعني مشي بال ميش نقول لك الله صعب بس ك كما يقول لك لليش سالسلا انفامي هذا شي عيب وهي كانت يعني استوى عشي سنوية عشية في مصر ما شاء الله كانت عيشة مليح وانا كنت هنا ايان عاني من المرأة الدونة ويمما الله يرحمها كانت معي ويعني عملك العمل الخدمة المفروض يدروها كل خوتتي معليش وقلت معليش وكنت يعني مريت في فيك ما يقول نفق اسود يعني وم بعد تجي حليت لك الدار وحطيتك معي في الفرقة وجست حتى يدي زميسيون تليفيزي اللي جوستها وبنتها كيفاش نحيها من الخاوة وش هدي مسمحش بيها باللي قلبي خلاص ما نزيدوش نزعفو كنت شفتيها الخاوة شفتي مصرس الخاوة وش هلالك في تمثيل عيدة؟ هايلة هايلة وذكية وتعرف تهدر يا غلبيتني بتقبل هادرة يعني الناس يمنوها تهدر من وش نقول لك صح شوية عصبية من رايا دي كونتخا ديكسيون بكاين دي جون لي تبكيت بأمليح لزيميسيون دينا يعرفوا باللي شوية تضرب وتخطي عين ميت بقاختي ويعني مهما تكبر العين حاجفوك منها وإذا يعني الانهياري ولا دفات التاعيلي في بليزير لا معلش خطي عين حاجفوك شكرا